السلام عليكم و مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناة وصفة نيت كنتم مننا فيديو اليوم يلقاكم و انتم في تمام صحة و العافية اليوم ان شاء الله سنشارك معكم من سمن اولفة طائر المقلات المغربية بحشوة لديدة وسريعة جدا من اسرع ما يكون تحضروه في اخر لحظة قبل الفطر كيجي فعلا روعة غادي نال اعجابكم مية في المية و بطريقة لف اللي كتمنع لنا خروج الحشوة انتم مننا تجربوه غادي يعجبكم مية في المية على بركة الله في اناء العجن كنوضعوه ثلاثة كؤوس من دقيق الابيض مش مهم حجم الكأس مع كأس من دقيق الاصفر او لدقيق القمح الصلب او السميد ناعم جدا كنغربلو هاد المكوينات ثم كنضيفوه مقدار ملعقة صغيرة من الميلح اناعملت كاس بقياس مية وخمسين ميليليليتر ثم كنضيفوه واحد نصف كيس تقريبا ليا الخميرة الحلويات البيكين باودر كنوضعوها كذلك في غربال باش كنتفدو وجود تكاتولات كنوضعو واحد الرشة من خميرة الخبز غير الرشة باش يجينا المسمى من الرطب وميجيش صعيب في الهضم من بعد نخلطو كل مكوينات وكنجيبوه الماء الدافئ وكنعجنوه العجينة ديانه جيدا بغيتو تعملوه الماء البارد عملوه لكن يستحسن الماء الدافئ باش العجينة ما كان دلكوهاش كدلك غير بحتها كنغطيوه العجينة ونخلوها جانبا ترتاح قد ما ارتحت قد ما كتجي رائعة ماشي كتختامر غير كترتاح من بعد غادي نجيبوه حبتين كبار من البصل اللي كان قطعوهم الى قطع او مربعات صغيرة جدا يعني نحاول القطعو قد ما لقيتو تقطعوهم صغار باش يجيوكم زوينين في الحشوة من بعد على النار كان نعملو ميقلات ونخلوها حتى كتسخون جيدا بعد ما كتسخون كان وضعو الزيت سواء زيت الزيتون او للمائدة انا عملت زيت الزيتون بعد ما سخنات الميقلات جيدا طبعا وكنضيفو البصل اللي شبق لنا قطعناه كنضيفو عليه الملح وكنبقاو نحركو نحركو حتى كيتبل لنا هاد البصلة او لا البصل من بعد كنجيو وكنحتاجو هنا ايا كمية من البقدونس او المعدنوس انا هنا ما غا نعملش كل شي هاد الكمية غادي نعمل النصف دياله تقريبا كنحتاجو ملعقتين كبار من بعد ما نجات لنا البصلة كما كتلاحظو معايا كنضيفو معلقة صغيرة من التحميرة او البابريكا ثم كنضيفو واحد رأس ملعقة من الابزار او الفلفل اسود وكنضيفو مقدار ملعقتين كبيرتين من المعدنوس او البقدونس غادي نحركو هاد المكونات على النار المدة ديال الدقيقة تقريبا وغادي نطفيو النار ونخليو الحشوة تبرد لنا جانبا ونرجعو لجينة ديالنا الآن العجينة ديالنا ها هي راها كتكون دلكات ما نحتاجوش اننا ندلكوها بغيتو تخدمو بها مباشرة دلكوها كيبقى لكم الاختيار غادي نحاولو مساعدة الزيت نقسموها نشو ما كيبقى لكم الاختيار واش بغيتو احبات ديال مسمن يكونوا صغار او الاكبر الاختيار كيبقى لكم في عدد الكورات اللي غادي تقسمو عليهم العجينة غادي نوضعوهم جانبا ونجيو على بركتي الله نرشو السطح بالزيت ويستحسن يكون سطح العمل املس باش العجينة اطلق لنا بكل سهولة في كل مرة كنعملو الزيت باش ما تلتسق لناش مع سطح العمل ثم بعد ما بسطناها بحيث كيبقى لكم سطح العمل من الاسفل كنرشو الزيت وكنجيو وفي كل مرحلة احنا يكن طوبو احنا يكن عملو الزيت وكلفوها علش كل ضرف بهاد الشكل نفس طريقة كنناخدو العجينة التعنية وكنبسطوها رقيقة جدا بحيث يبقى لنا السطح ديال العمل من اسفل العجينة كما تلاحظو معايا نرشو دائما بالزيت باش جينا مورقة وفي كل مرة كنلفو بهاد طريقة كنرشو بالزيت وكنطويوها علشكل مربع سوف نستمر بنفس طريقة حتى سوف نكملو كل كمية اللي متوفرة عندنا دائما كل مرة ضروري ترشو بالزيت بعد ما نجاكلنا البصلة سوف نضيفو كمية من الطون كيبقى لكم الاختيار حتى اللي عملتو غير البصلة بوحدها بدون طون راكي تجيل ديدا يعني اللي بغيتو على بركتي الله كنجيبو المثمن ديالنا بعد ما شكلنا نجيبو هديك اللي شكلنا الاولى كتكون ارتاحة كتطلق لنا بكل سهولة وغادي نجيب كذلك تانية بنفس الطريقة كنبستوها تكون شوية رقيقة لاننا نغلفوها مرة اخرى ونجيبو الحشوة على بركتي الله كنوضعوها في الطرف وكنحاولو نشكلوها على شكل مربع بهاد الشكل ثم من بعد كنجيبو الجوبن ديال الساندويتش اللي كيكون هاكا مربع بغيتو تعملو الجوبن العادي ممكن بغيتو تعملو الجوبن المثلت ممكن بغيتو تعملو الجوبن المربع ممكن كيبقى لكم الاختيار لكن هذا كيجي افضل غادي نجيبو نقطعو العجينة من ها الطرف يعني من طرف ديال الحشوة وكنبداو على بركتي الله كنلفو بهاد طريقة يعني كنلفو الحشوة على الجهة اللي فارغة ومن بعد كنلفوها على الجهة ديال الجوبن وكنحاولو نضغطو عليها ونضغطو على الجوانب باش ما يتفتحو لناش من بعد في المقلعة وطيل تاسقو وراها الحشوة ما كتخرج لناش نهائيا بنفس الطريقة هنا ايا كان بقى نبسط زوج بجوج كما لاحظتم معايا كنجي وهنا بنفس الطريقة كنعملو واحدة اخرى ونعملو الحشوة كذلك من طرف وكنحاولو نشكلوها على شكل مربع ثم كنجيو في الاتجاه الاخر وكنعملو جوبن الساندويتش راه طبعا كيتباع عند اي بقل وكنعملو هكا نقطعو بالسكين وكنلفو العجينة على هاتشكل يعني كنلفو العجينة اللي فيها الحشوة على الجهة الفارغة ونلفوها على جهة الجبن ونلفوها على الجهة الفارغة نتمنى الطريقة تكون واضحة هنا استمرت حتى كملت كل كمية الان وضعنا ميقلات على النار حتى كتسخون جيدا وكنبدو نبسطو في هاد المسمنة كنبسطوها على الجهتين يعني كنبسطوها على الجهة اللي فيها الجبن بحيث ذلك الجبن كيتوزع لنا على العجينة يعني ما كيبقى شهكا مربع كنحاولو نبقى ونضغطو عليه ونوزعوه حتى العجينة وكنبسطو الجهة الاخرى كنوضعوها في الميقلات ومباشرة كنقلبوها يعني باش تنتافخ يعني ما تخليوهاش كما كنقولو تشرف في الميقلات وهنايا كنبقى ونقلبو فيها باش كتنتافخ واجينة رائعة نقلبو حتى تتحمر من الجانبين وبنفس طريقة كنبسطو دائما بسطو حتى الجهة اللي فيها الجبن يعني كتضغطو على العجينة وكتحاولو انكم توزعوا الجبن وسط العجينة راهكي توزع ما كيبقاش هكا مربع هنايا بعد ما تحمرت من الجانبين ها هي كنوضعوها في صحن تقديم وبنفس طريقة رشو الزيت نوضعو العجينة غريبا لكم اللون بدي تغير مباشرة قلبوها ما تخليوهاش في الميقلات وكنقلبوها مرة اخرى بعد ما قررشو الزيت ونبقى ونقلبو فيها حتى تتحمر وفي الاخير كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال اللي مسمى ديالنا او للفطائر كيجي خفيف ورطب ومورق ورائع جدا في الان غدي يجبكم بساطة في المكونات سرعة في التحذير والاهم ان لدة لا تقاوم هنا قطرت ليكم شوفوا معي كيفش كيجي من الداخل راه كيجي ما شاء الله مورق وكيجي لديد لديد رائع شكرا لحسن المتابعة والسلام